رسالة من أخ الكل شاب وفتاه وصل لسن البلوه وبيفطر في رمضان بدون عذر ولا مرض ولا صفر ولا أي سبب من الأسباب الرسالة دي هي رسالة خوف عليك وفي نفس الوقت رسالة حب لك رجاءً تسمعها للنهاي تابعوا السلام عليكم ورحمة الله الرسالة دي مهمة جداً لكل واحد بيفطر في نهار رمضان بيفطر متعمد بدون أي عذر من الأعذار لهم سافر ولا مريض ولا أي شيء وله فتاة عندها دم حيضة أو نفاس ولا حامل ولا مرضعة ولا أي سبب من الأسباب دي بيفطروا بحجة أنهم مش قادرين يصوموا بيفطروا عشان متعودوش من صغرهم على الصيام بيفطر عشان متعود يشرب سجائر كتير بيفطر عشان متعود أول ما يصحى من النوم يشرب مية أو يشرب لبن ولا حتى يشرب سجارة أي أن كان السبب لكل واحد بيفطر متعمد في نهار رمضان بدون سبب عايز أقول لك أول شيء أنت حضرتك بتفطر متعمد وانت عارف أن الصيام رمضان فرض عليك أيوة والله فرض فرض وركن من أركان الإسلام وفرض أين على حضرتك ما ينفعش حد تاني يؤديني أبداً عنك مدم تحي وقادر على الصيام مدم تبالغ ومسلم وعاقل ومقيم في بلدك وصحيح ولست مريض ومدم حضرتك لا يوجد دم حيض أو نفاس اسمعوا كلام ربنا وهو بيقول لكم يا أيها الذين آمنوا وأكيد أنتم منهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ربنا وهو بيقول لكم فمن شهد منكم الشهر فليصم اللي يحضر الشهر والشهر يأتي عليه وهو عايش على وجه الأرض ومعندهوش مانع يمنعه من الصيام فرض عليه إنه هو يصوم شهر رمضان المبارك نبيكم يقول لكم بني الإسلام على خمس خمس قواعد وخمس أعمدة أساسية الإسلام أم عليها منها عمود وركن الصيام أيها الشاب وأياتها الفتاة بالعقل كده أيا كان السبب اللي بيدعوكم للفطار في نهار رمضان هل تتحملوا أن أنتوا ترتكبوا كل يوم كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر اللي تستوجب عذاب ربنا وغضب ربنا عليكم والعياذ بالله اسمعوا حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمكم بكل خوف عليكم وحب لكم ويقول لكم عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام ومن ترك واحدة منهن فهو بها كافر أو فهو بالله كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا فرضا ولا نفلا وقد حل ماله ودمه شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان هل أنت تتحمل هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم تتحمل أن أنت يخاطبك الله بقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أيها الشباب وأياتها الفتيات هل تريد أن تكونوا من الصديقين وتحشروا مع النبيين والشهداء والصالحين حفظوا على الصيام شهر رمضان اتعابوا شوية الحد ما تتعودوا على الصيام في شهر رمضان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت لو شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته فممن أنا حكن مع مين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء تحرم نفسك أنك تحشر مع الصديقين ومع الشهداء الذين قاتلوا وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله بسبب أنك تفرط في صيام شهر رمضان المبارك له فرض على حضرتك ولو تركت متعمد بدون عذر ولا سبب تعرض نفسك لعقاب شديد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه لنا ففي الحديث وعايز حضرتك تسمع الحديث ده بألبك وتفكر فيه بعقلك وتتخيل نفسك في هذا المشهد يوم القيامة اسمع الحديث ده بألبك كده وفكر بيه بعقلك وتخيل نفسك إنك في المشهد ده يوم القيامة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ويقول بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بي فصعد جبلا وعرا أي جبلا شديدا صعب الصعود فقال له اصعد فقال له من نبي صلى الله عليه وسلم لا أطيق لا أستطيع فقال إنا سنسهله لك فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في سواء الجبل أي في وسط الجبل فإذا هو بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات فقال هذا عواء أهل النار أي نبيح وأصوات شديدة مؤلمة من أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقي بهم والعرقب هو ما يكون خلف القدم فوق العقب في نهاية القدم فيقول النبي فإذا أنا بأقوام معلقين بعراقي بهم مشدقة أفواههم أفواههم ممزقة يمينا وشمالا تسيل أشداقهم دم الدم قاعد ينزل من أفواههم فيقول النبي لهم من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم اللي بيفطروا متعمدين قبل غروب الشمس اللي بيفطروا متعمدين بدون عذر قبل أذان المغرب يطرى تتحمل إنك تكون مع المشاهد دي وإنك تكون شايف المناظر دي وتبقى أنت في يوم الإيامة واحد منهم يقول العلماء مقرر عند المؤمنين أن من ترك صيام شهر رمضان متعمدا بدون عذر أنه شر من الزاني ومد من الخمر بل ويظنون به الزندقة والإنحلال يا ترى تقبل أنت تبقى موصوب بهذه الأوصاف أكيد يا شباب ويا بنات يلي بتحبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبلوش أبدا أن أنتوا تتصفوا بهذه الصفات القبيحة وتبعدوا عن جنة ربنا ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليكم أنكم تتوبوا فورا الآن وتصموا شهر رمضان المقبل نعم هو إحنا لنا توبة أنا بقالي سنة وسنتين ورمضان وأكثر من رمضان لا أصم تعمدا أي ولك توبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مهما عملت مهما أصرت مهما أصرفت على نفسك في المعصية فالله يناديك قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بس تب لربنا بجد وربنا حيفرح بتبتك وحيبدل سيئاتك كمان لحسنات ورمضان اللي جاي تصوم بجد وبعد رمضان صم السنوات اللي فاتتك شف أنت تركت كم رمضان لم تصم فيه وصم هذه الأيام متفرقة لا يشترط التتابع المهم أن تقضي ما عليك سواء كنت رجل أو امرأة شاب أو فتاة سنة أو سنتين أو تلاتة وزع هذه الأيام كلها على مدار العام كله والله عز وجل سيقبل كلام حاله طبعا الكلام ده كله في حق الإنسان اللي بيطرق صيام شهر رمضان متعمد وهو معترف إن صيام شهر رمضان فرض عين عليه بس مسلم مقصر عاصي في حق الله وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر فرضية الصيام ولا ينكر آيات القرآن ولا ينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعترف بتقصيره وخطأه رسالة اللي فاتت دي كلها لحضرته طبعا والحضرتها كمان لكن في نوع تاني من اللي بيطرقه صيام شهر رمضان متعمدين وهو نوع ربنا ربي عفيكم منه لا يعترف أصلا بفرضية الصيام ولا يؤمن بالقرآن ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ربنا بيقول عن الصيام كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيقول لك يا عم الصيام مين أنا لبصوم ولا أصلا معترف بالصيام ولا فرضية الصيام ولا أؤمن بهذه الآيات ولا هذه الأحاديث وده طبعا يجب إقامة الحج عليه وتعليم الآيات والأحاديث التي تنص على فرضية الصيام فإن عاد وتاب قبل منه وإن لم يتوب فأمره في ذلك إلى الجهات المختصة قضائيا عشان خاطر هي اللي تقيم العقوبة علي وليس أنا ولا أنت احنا بنقول من أنكر فرضية الصيام أنكر معلوم من الدين بالضرورة وهو كافر بذلك وخارج عن ملة الإسلام لكن العقب من اللي يقيمه أهل الاختصاص من اللي يحبسه أو يسجنه أو يقتله أهل الاختصاص في الجهات القضائية وليس عموم الأفراد فلننتبه لهذا الأمر جيدا فيه نوع ثالث بقى وده نوع طالع الأيام دي ونعارف أن حضرتك حتستغرب منه نوع من الشباب والفتيات البعيدين بعد شديد جدا عن الأحكام الفقهية وعن تعاليم الدين جاهل بالأحكام الشرعية حتقول لي وفي حد جاهل دلوقتي في عصر الصورة والإنترنت والكلام ده كله أقسم بالله ترد أسئلة في ثوابت الدين أسئلة ترد للصفحة في ثوابت الدين ومع ذلك الواحد وهو ينظر إليها يتعجب هو لسه في ناس كده والله ناس بتسأل عن عدد ركعات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أنتم متخيلين وصل الأمر بنا لحد فين فده طبعا جاهل يجب تعليمه يجب تعريفه الآيات والأحاديث وفرضية الصيام وأحكام فرضية الصيام لا تكفره ولا حاجة لأنه فعلا هو معذور لا يعلم تعلم في مدارس لغات تعلم في مدارس لا تهتم بتعريف الأحكام الشرعية ولا تعليم الأحكام الشرعية أو غير ذلك أو لم يدرس على يد شيخ أو أصلا ما كانش بيصلي في المسجد وبالتالي ما يعرفش الأحكام دي والأسرة كمان ممكن تكون عايشة أصلا في بلاد غير مسلمة أو بلاد لا تهتم بنشر التعاليم الدينية فخلي بالك كويس من النوع ده واجب علينا أن نحن نعلمه ونعرفه ودي رسالة بقى لأهل الشريعة وأهل الفقه رسالة لأهل المنابر وأهل الأوقاف وأهل الاختصاص الشرعي سواء كان في دولتنا مصر أو في غيرها من البلاد انزلوا للناس اوصلوا للشباب المنابر الآن ليس الكل يسمعها ولا يذهب إليها المنابر الآن هي وسائل التواصل الاجتماعي ستجد الشباب وتجد الشيوخ وتجد الكبار وتجد الصغار علموهم أحكام الشريعة بأسلوب يليق بهذا الدين برفق ولي ومعرفة وأسلوب بسيط حتى تقيموا عليهم الحجة وتعذروا أنتم إلى الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا وإن لم نفعل فكلنا مقصرون ومحاسبون أمام الله جل وعلا على تقصيرنا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعوة ونشر الأحكام الشرعية والفقهية فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استغل كل الوسائل الممكنة في زمانه صعد على الجبل ووقف عند الكعبة وذهب إلى البلاد الأخرى وأرسل رسائل للملوك والأمراء كل الوسائل الممكنة اتخذها لنشر دعوة الله سبحانه ولو كان هناك فيس أو وسائل تواصل اجتماعي في زمن النبي والله لم يكن يتخلى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا نوح عليه السلام قدوتنا في تبليغ الدعوة وتنوع الرسالة دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا لكي يوصل إليهم دعوة الله جل وعلا فاخرجوا بعض الوقت من المساجد وفرغوا بعض أوقاتكم لهذه الوسائل الحديثة لنشر دعوة الله في الأرض فنظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا شباب انشروا هذا الكلام جيدا عرفوا أصحابكم علموا الناس حتى لا يهدم الدين من قبل شباب الإسلام وفتيات الإسلام والسلام اشتركوا في القناة